السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعيني القرام تابعي قناة من الاخر وخلاص معاكم محمد نور الدين وبعتذر ان اتأخرت عليكم بالنسبة لكوبا امريكا بالحقيقة مبارح انا كان فيه حاجة غريبة بالنسبة لي نمت بدري وكنت تعبان يعني بعتذر عن كده يعني متابعيني القرام هنتكلم في فيديو ده بازن الله تعالى عن نظام البطولة بالنسبة لكوبا امريكا يعني عشرين واحد وعشرين كم منتخب مشارك في البطولة عندنا كم مجموعة وهنتكلم بازن الله تعالى من اللي هيوصل لربع ناية هيوصله ازاي هيلعبه كم مباراة كل منتخب هيلع كم مباراة بالنسبة لدر المجموعات هقولك الاول بقى نزام البطولة اصلا البطولة بتتلعب المفروض كل 4 سنين زي يورو كده ولكن اتعملت اخر مرة في 2015 قبلها كانت في 2011 كده 4 سنين وقبلها كانت في 2007 جنف 2016 قالك تقريبا مر 100 سنة ولا مش عارف مر كم سنة كده المهم اخترعوا حاجة فعمل البطولة في 2016 جنف 2019 فاخترعوا حاجة كمان وعملوا في 2019 غالبا رجعوا في كلامهم وخلوها كل سنتين مع اني اعتقد ان هي كل 4 سنين عادي وهما اخترعوا حاجة من دماغهم يعني فجن كده 2019 فكده مرة ثلاث سنين بس مش اربعة واكيد كورونا ما كدش لسه جات عشان يقدموا البطولة فبالتالي هما بيخترعوا كل شوية حاجة علشان يعملوا البطولة دي علشان طبعا الاموال الاستثمارات في البطولة والكلام ده كله المهم كوة امريكا عشرين واحد وعشرين اللي ما يعرفش تصفيات كاس العالم الامريكا الجنوبية احنا عندنا عشر منتخبات في هذه التصفيات كذلك هما نفس العشر منتخبات اللي موجودين في امريكا الجنوبية هما عشر منتخبات في امريكا الجنوبية العشر منتخبات دول تم تقسمهم الى مجموعتين المجموعة الاولى او المجموعة ايه تضم الارجنتين وبوليفيا وباراغوي او باراغوي يعني وتشيلي والمجموعة بي او التانية البرازيل و بيرو و كولومبيا فنزويلا و الايكودور هما دول المجموعتين الموجودين عندك كل منتخب في كل مجموعة يعني المجموعة ايه الخمس منتخبات كل منتخب هيلعب اربع مباريات كل منتخب هيلعب اربع مباريات يعني انت عندك اربع جوالات او ممكن يكون عدد جوالات اكتر على سنة هما خمس منتخبات يعني تمام المهم ان كل منتخب هيلعب اربع جوالات أربع مباريات يعني صاحب المركز الأول والتاني والتالت والرابع سواء هنا في المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية هياخدوا الأربعة دول والأربعة دول ويلعبوا ربع النهائي تمام كده يعني ما أنا أصح الخمس منتخبات هيتأهل منهم أربع منتخبات سواء المجموعة الأولى والمجموعة الثانية الأربعة اللي هنا والأربعة اللي هنا هيتعامل قرعة بعد كده يتحدد زي إيه بقى ربع النهائي بالنسبة لدور أبطال أفريقيا وربع النهائي بالنسبة لدور أبطال أوروبا كل الكلام ده زي هو هو وهيلعوه بعد كده من مباراة واحدة زي اليورو كده مش زهاب وقياب هيلعبوا مباراة واحدة وبعد كده خلاص النهائي نفس الكلام زي اليورو بالزبع يعني الاختلاف الوحيد هنا في دور المجموعات إن هم بيتأهل الأربع منتخبات الأولى تمام كده في منتقص دي خلنا نقول لك بقى على موعيد مباريات الجولة الأولى والقنوات الناقلة والمعلقين وكذلك على التوقيت كامل بإذن الله تعالى متماعي الكرام البداية اليوم أول مباراة معنا طبعا نتعرف إن أمريكا الجنوبية تقدر تقول كده في فرق توقيت خمس ساعات بينها وبين مصر اللي هو فرق توقيت ست ساعات بينها وبين مكة المنكرمة فبالتالي المباريات عندهم هتكون الساعة خمسة أو بمعنى ستة المغرب والمباراة الثانية هتكون الساعة تسعة مساء يعني ستة وتسعة لقى تيجي عندنا نحن بقى تظهر عندنا ساعة 11 بالليل واثنين صباحا لليوم اللي بعد أرجو تكون فاهمني المهم عندنا المباريات متابعين الكرام الفيديو ده يكون بتوقيت مصر وليبيا والسودان لأن أنا مصري فبالتالي عامل توقيت مصر مصر وليبيا والسودان لو عايز توقيت مكة المنكرمة السعودية والكويت وكتر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن والفلسطين واللبنان أستأذنك تزود ساعة على توقيت الفيديو يعني مثلا مباراة البرازيل أمام فنزولا هي معادها اليوم مساءا لإسنين آسف هي معادها هي معادها الأحد 11 مساء نخلي بالك الإسنين دي مكتوبة على أساس أن نحن هندخل اليوم اللي بعده المباراة بتاع البرازيل وفنزولا معادها اليوم الأحد الأحد اليوم 12-6-20-20 أو 13-6 آسف 13-6-20-20 اليوم ساعة 11 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان الساعة 11 مساء توقيت مكة المكرمة والسعودية والكوتوكاتور والبحرين والدول الأخرى منتصف الليل يعني يعني بمعنى صح منتصف ليل الأسنين صابح الأسنين 12 سباحا توقيت مكة المكرمة لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب من فضلك قال للساعة فالمباراة بين البرازيل وفنزولا معادها 10 مساء اليوم الأحد 13-6-20-21 10 مساء لو عايز توقيت جيرنة شامورتاني من فضلك قال للساعتين ف11 مساء نكون 9 مساء اللي هو اليوم الأحد برضه لو عايز توقيت الإمارات وعمال من فضلك زود ساعة فالمباراة عدة يكون معادها الساعة واحدة صباحا صباح الأسنين 14-6 يعني واحدة صباح الأسنين صابح الأسنين تمام كده المهم البرازيل في مواجهة فينزولا الساعة 11 مساء بتوقيت مصر اليوم الأحد زي ما قلت الأسنين دي يا جماعة علشان بمعنى صح أتمنى أكون فاهمني يعني 11 مساء بتوقيت مصر 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة منتصف الليل الأسنين المباراة التانية كولومبيا أمامعيكوادور المباراة معادها الساعة 2 صباحا اللي هو صباح الأسنين بتوقيت مصر والساعة 3 صباحا بتوقيت مكة المكرمة مباراة البرازيل أيام فنزولا القناة لكنة بينسبورتس HD ماكس 5 وماكس 6 هم الاتنين دول اللي بيزعوا للمباراة كناة بینسبورتس ماكس 5 وبينسبورتس ماكس 6 ومعالق المباراة هنا عصام الشوالي أمام مباراة كولومبيا امام الاكوادور. قلنا نقلة برضو قناة بين سبورتس ماكس خمسة وبين سبورتس ماكس ستة. ماكس فايف وماكس سكس. وعليك المباراة احمد البلوش. عندنا المباراتين اللي هم السلساء خمستاشر ستة الفين واحد وعشرين. زي ما قلت لك برضو. الارجنتين امام تشيلي. دي ما عادها يوم الاسنين. الساعة حداشر مساء. ارجوك. ما تعتمدش على الكتابة اللي مكتوبة. خليك معايا. او خلينا اقول لك موقع تاني احسن. شايف? الاسنين. اربعتاشر يونيو الفين وواحد عشرين. الساعة احداشر مساء. تمام كده? الاسنين. اربعتاشر يونيو الفين وواحد عشر حداشر مساء. الارجنتين في مواجهة تشيلي. تمام كده? القناة ناكلها للمباراة. نرجع تاني. القناة ناكلها للمباراة لارجنتين امام تشيلي. قناة بين سبورتس ماكس خمسة وبين سبورتس ماكس ستة. ومعلق المباراة المتقلق رؤوفي خليفة. الارجنتين وتشيلي. حداشر مساء بتوقيت مصر واثناشر منتصف الليل بتوقيت آآ مكة المكرمة منتصف ليل السلساء يعني صبح السلساء. هداشر مساء الاثنين لتوقيت مصر. منتصف الليل صبح السلساء لتوقيت مكة المكرمة. باراجوي امام بوليفيا. دي يوم السلساء الساعة اتنين صباحا بتوقيت مصر. آآ السلساء طبعا آآ خمستاشر ستة. ويوم السلساء خمستاشر ستة ايضا الساعة ثلاثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة. باراجوي امام بوليفيا. قناة ناقلة. قناة بين سبورتس ماكس خمسة ومعالك المباراة حسن العيد الروس. دول الاربع مباريات اللي هيتلعبو معانا. في الجولة الاولى. طبعا بعد مبارات البرازيلي اليوم انا باذن الله تعالى يعني هعمل فيديو. ومش هستنى المباراة تانية. وبعد مباراة الارجنتين بالليل باذن الله تعالى هعمل فيديو ايضا. ومش هستنى المباراة تانية هاعمل عنها بعدين. تمام? اتمنى كن فيمتني. يعني بمعنى صح كل ما يكون عندي وقت ان انا اعمل فيديو هعمل فيديو عن البطولة دي باذن الله تعالى. لو في اي حاجة عايز نسأل عليها ياريت تكتبلي في التعليقات. بالنسبة للناس الفائزين معانا بالنسبة اليورو بالنسبة الكوبا امريكا او اي حاجة. هكتب او بمعنى اصح هعمل على المنتدى. وفي نفس الوقت هنتكلم عنها على الانترنت باذن الله تعالى. طبعا اتكلمك عن ترتيب الهدفين بعدين بقى باذن الله تعالى. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لو لسه جديد. اشترك في القناة لو لسه جديد وفعل زر الجرس لأصل لك كل جديد. واعمل لايك الفيديو وكتب كومنت. توقع نتاج المباريات اللي انا قلت لك عليها. اهم حاجة مباراة البرازيل والارجنتين طبعا. وارجوي مهمة طبعا. نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل جولة هيكون فيها اربع مباريات. تمام? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.